اللقاء السيادة مع رئيس ميشيل ستايمان مضبوط كنا كمان نعمل لقاءات بالأونسكو ونعمل محاضرات ولاحظة انه كل اللي موجودين كلهم عندهم مواقع سياسية معينة كنا نجيب النقشهم والنقشهم بمطالب عندك علاقات مع كل الرؤسة الجمهورية كانت طيبة كانت منيحة الرئيس لحود شوي أقل الرئيس ميشيل عون قبل ما يعمل الرئيس كانت أحسن بس الباقي لا الرئيس ميشيل ستايمان كتير سوال مرة أخذت فرصة انه تكوني وزيرة قلتلك قلتلك ما بيقدروا يقبلوا انه انا بدل طلال ارسلين بدل طلال ارسلين ووليد وطلال حبكينا كتير بطريقة انه ما في داعي للمرأة هلا عند الطيف الدرزية ايه ما في لزوم نصف وبعدين انا مشاربة مختلفة مختلفة انا انا مجتمع مدني انا شو اللي خسروا برأيك لطلال ارسلين بالانتخابات شوفي في حسابات شخصية كتير كبيرة وفي اخطاء منه كمان انه انا قلت له قلت له طلال نحن بيت ارسلين نحن اللي سهمنا بشي اسمه العروبة المير شاكيب والمير عادل ارسلين هن تبنوا القومية العربية بالوقت اللي كانت القومية العربية مجرد مغامرة وهن واجهوا دول العالم كلها فيها وهن اللي نسجنوا والنفو والنفو للخارج وهن اللي عملوا نضالات ما صارت بالعالم بأسره كرمال العروبة نحن ما منقدر نكون بخط بشيد ايران علينا او بيبدو العروبة بايران في اختلاف بالتوجهات السياسية في اختلاف عم تشتغلي على عادل ايه اكيد عكل حال عادل مشتغل على حالي عم تقدميتي يكون بديل عن طلال مش قصة بديل عن طلال يكون عنده حظ بانه يوصل لمركز القرار اللي بيبني فيه البلد هي مش قضية بدائل بس بدك تشتغلي عليه تيكون له وجود بالسياسية طبعا يكون له وجود بالندوة النيابية بمجلس الوزر بالمحل يلي بيقدر يبني فيه بلده ويكون منتج ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر